سلام عليكم لمهدي الزمان عجل الله ظهوره الشريف لمحي الشريعة بحلول شهر شعبان المبارك شهر مولد الأقمار الهاشمية الأنوار المحمدية والعلوية والفاطمية وكل عام وأنتم بخير مشاهدين العزاء أبو الفضل قد تألقت في سماء الشرف صفاتك وأنت رمز للبطولات وعنوانا للفداء فقد رأيت الحكم الأموية الصحيق يسوس المجتمع نحو الدمار الشامل يسحق الكرامات ويقضي على الحريات ويقود المجتمع إلى حياة بائسة لا ظل فيها للعدل الاجتماعي والسياسي فرفعت راية للحق مع أخيك أبي الأحرار وسيد الشهداء عليه السلام جسد آمال الأمة وطموحاتها وسعى لتحرير إرادتها أبو الفضل ومن أعاد الكرامة ووقفت مع أخيك في معركة الخلود لترفع كلمة الله الهادفة إلى كرامة الإنسان وبناء حياة لا ظل فيها للظلم والطغيان وتحملت معه أعباء هذه الرسالة العظمة أبو الفضل يا هبط الله لهذه الأمة علمتها أن التضحية يجب أن تكون خالصة بالله وبعيدة كل البعد عن الرغبات والأهواء التي مآلها إلى التراب وبيراعة هذا الروح الإسلامي الأصيل ارتسمت كفالتك وسقايتك سرا في خلود تضحيتك وتفاعلها مع واطف الخلق على امتداد التاريخ وخط دمك العلوي المنتزج مع قربان السماء شهادة تسمو فوق كل سمو مع أوفى الأصحاب الطلائع النيرة أصحاب الولاء والوفاء لتعترش مسرح التاريخ الإسلامي لتعترش مسرح التاريخ الإسلامي كأعظم قائد فذ لم تعرف له الإنسانية نظيرا أبو الفضل العباس وهل ينسى الطف هديرك العلوي الناطق بالحق الصراح والأعداء من حولك استولى عليهم الذعر إذ تحمل عليهم وقد خلعت منهم الأفئدة والقلوب ولم تغن عنهم كثرتهم شيئا كنت بذلك ذودا عن بنات الرسالة وكنت راية يمنى لإمام زمانك أخيك وسيدك أبي عبد الله لتعطي دروسا آبدة بالشجاعة والأخوة والكفالة والفداء والمواساة فتشيل باسمك الفاضل مدرسة قيم هاشمية كربلائية تجمع كل ألوان الأخلاق السامقة والسامية أبو الفضل لو استنطقنا ماء الفرات لشكى وبكى وكفى به شاهدا ومشيرا على شرف النفس الله أكبر وأي مودة تلك وأي إثار يعدل إثارك أبو الفضل حتما لم يكن ذلك بدافع الأخوة والرحم الماسة وإنما كانت بدافع الإيمان الخالص لله عز وجل ذلك الإيمان الذي تفاعل مع واطف أبي الفضل وصار عنصرا من عناصره ومقوما من مقوماته وقد أدل بذلك فيما ارتجزه حينما قطعت يمينه الشريفة التي كانت تفيد برا وعطاء والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين ذكرة مولدة بالفضل عباس نحور الكلام في حلقة الليلة مع الضيف العزيز سماحت الشيخ القاضي محمد كانعان أسلم له باسمكم مشاهدين مقاليد الكلام السلام عليكم السلام ورحمة الله أحسن أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام في مولد الأنوار من أهل البيت عليهم السلام في شهر شعبان المعظم نسق من الظهورات الملكوتية من الله به على الناس لو صرفوا أعمارهم كلها في شكره على ذلك فقط لم استطاعوا من وفاء هذا الحق مضيا ولا استطاعوا أن يحيطوا بجميع أركان تلك المكرومات ولكننا نأتي اليوم إلى رحاب أبي الفضل العباس عليه السلام باب الحوائج وليقيننا أن الحديث عنه مفرح لمحمد وآله صلى الله عليه وآله وما ذاك إلا لرضى الله عز وجل عن ولي من خيارة أوليائه الصالحين الذي ومن خلاله بانت للناس ثمرات عظمة حجية الله على خلقه في العالم والحديث عن العباس عليه السلام ذو شجون وتشعبات كثيرة وهو مثل من جملة ما مثل الفاجعة الصامتة التي ظهرت فيها الأعمال أكثر بكثير من الأقوال ثم جاءت أقوال المعصومين في زمانه وما بعده لتنطق عنه فضائل وتبين الشمائل والطباع فكانت الصورة التي تجلت لدى الموالين من خلال نصوص العصمة كافية لتكريس العباس عليه السلام في المرتبة التي يغبطه عليها كل الشهداء يوم القيامة وأما في الدنيا فقد نطق شباكه المبارك بما أسكتته السلطات الغاشمة على مدى القرون المتطاولة بما غطى الآفاق ولو شققنا قلوب المحبين لوجدنا اسمه مطبوعا فيها إيمانا بمنزلة واعتقادا بكرامات ورهبة حضور ومهوى أفئدة ومقصد شكاية وقضاء حوائج في كثير مما لهذا الشخص الاستثنائي من مقام لا يحيط به إلا من آتاه الله العصمة ونحن على هامش هذه الهوامش نتقلب متفكرين وكلما وجدنا شيئا من هذه الكرامات وجدنا أنفسنا في الموقع الصلب المتميز في مودة محمد وآله صلى الله عليه وآله وقد اشتهر أبو الفضل العباس عليه السلام بألقاب كثيرة بعضها كان نتاج توصيف المعصوم له سواء في الأحاديث أم الزيارات بيد أن من ألقابه اللسيقة أنه السقاء ذلك أنه تولى السقاية في أيام كربلاء بل واستشهد وهو في طريق رجعته بالماء إلى مخيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام هذا ما يعرفه الناس واشتهر بينه لأنه كان مرتبطا بالفاجعة الكبرى ولأنه لما يزل موضع اهتمام أرباب المنبر الحسيني طيب الله أنفاسه هل كانت سقاية العباس عليه السلام جزءا مقتطعا من التاريخ أم أنه حلق في سلسلة لعلها لعلها بلغت ذروتها بين يديه هذا ما سنحاول استعراضه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى أما أولى سقاياته عليه السلام فقد ذكر لنا التاريخ أنه لما كتب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد إلى عمر بن سعد بأن يمنع الماء عن الحسين عليه السلام وقل الماء في المعسكر انتدب الإمام أخاه أبا الفضل وضم إليه عشرين فارسا وبعثه إلى الفرات مستسقيا فأقبل بهم العباس عليه السلام ليلا واقتحم الماء مقسما من معه إلى قسمين أحدهما يشاغل العدو الذي أمعن في منعهم من السقايا والآخر يملأ القرب وقد أبلى فيهم بلاء حسنا ورجع ومن معه بالماء سالمين إلى المعسكر تشير الدلائل إلى أن ذلك كان ليلة السابع من المحرم على ما يبدو أما المرة الثانية فكانت يوم التاسع من المحرم حيث تحدى شمر بن ذي الجوشا الحسين عليه السلام وأصحابه بأنه لن يدعهم يذوقون الماء حتى يردوا الحامية بزعمه فحمل أبو الفضل عليه السلام حتى اختط طريقا إلى الماء مفسحا المجال لأصحابه بالشرب والاستسقاء والسقاية الثالثة كانت يوم عاشراء حيث دخل منفردا الماء وحمل ما استطاع حمله وعاد إلى المخيم أما الرابعة فكانت كفاه مع جسده الشريف شهود الوفاء والإباء والكرامة هنا كل الألسنة تتلعثم والأقلام تتكسر لأن الوصف الدقيق لن يكون إلا من المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجح شيف للإضاءة على مفهوم السقاية عموما والتساقه بالبيت الهاشمي خصوصا لا بد لنا من استعراض عام ندرك من خلاله أن المولى العباس عليه السلام كان ضمن سياق التكوين والشرع والإنسان لهذا المفهوم الخلاق والذي يمتد من الدنيا إلى الآخرة كما تبينه السنة النبوية الشريفة فلقد نسب الله سبحانه إلى نفسه نيزة السقي كمنة على الخلق فقال عز وجل فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وقال جلا وعلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وقد اعتبر القرآن الكريم أن موسى عليه السلام قد قام بواجبه الأخلاق حين سقى لابنتي شعيب عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال إبراد الكبد الحرة وفي حديث آخر أفضل الصدقة إبراد كبد حارة وقد سئل صلى الله عليه وآله من قبل بعض أصحابه أن يدله على عمل يدخل به الجنة فقال اشتري سقاء جديدا ثم اسقبها حتى تخرقها فإنك لا تخرقها حتى تبلغ أعلى الجنة أي حتى تستهلك القربة أو أداة السقاء ولو لم يكن في السنة المطهرة إلا حديث واحد لكفى في معرفة فضل سقي الماء فقد قال صلى الله عليه وآله يوما بعد أن صلى الصبح بأصحابه معاشر أصحابي رأيت البارحة عمي حمزة بن عبد المطلب وأخي جعفر بن أبي طالب وبين أيديهما طبق من نبق فأكلا ساعة ثم تحول النبق عنبا فأكلا ساعة ثم تحول العنب رطبا فدنوت منهما فقلت بأبي أنتما وأمي أي الأعمال أفضل قالا فديناك بالآباء والأمهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك وسقي الماء وحب علي بن أبي طالب ولينظر أهل البصائر أين جعل سقي الماء في قولهما أي بين الصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله وبين حب وولاية علي عليه السلام لو عدنا بالتاريخ إلى ما قبل رسول الله لوجدنا أن أول من أسس السقاية الحاج هو جده الأعلى قصي بن كلاب وورثها من بعده ابنه عبد مناف ثم ولده هاشم وما لبث عبد المطلب أن استخرج مياها زمزم التي هي بالأصل كرامة من كرامات جده إسماعيل عليه السلام ثم ورث السقاية أبو طالب ومن بعده لأخيه العباس الذي سلمها للنبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة فما كان منه إلا أن ردها لعمه العباس لكنه صلى الله عليه وآله انفرد بالسقاية المعجزة عندما سقى عمه أبو طالب والقافل معه في تجارة الشام قبل النبوة بنبوع الماء من بين أصابعه وتكرر ذلك مرات عديدة بعد البعثة لأصحابه كما تروي لنا الأحاديث الشريفة واستسقى به عمه أبو طالب لأهل مكة حين أجدبوا واستسقى هو بنفسه لأهل المدينة كذلك وأما علي عليه السلام فقد أطبق المؤرخون على أنه استسقى لأهل بدر ليلتهم التي سبقت المعركة حين لم ينطلق غيره إلى البئر القريبة من المشركين وحين نزل رسول الله صلى الله عليه وآله بالجحفة يوم الحديبية فلم يجد ماء فبعث بالرواية مع بعض أصحابه الذين عادوا خائبين ثم بعثها مع علي عليه السلام حتى ورد الحرار وعاد بالماء فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر معه أصحابه بل إن علي عليه السلام هو من أرسل أولاده بالماء إلى عثمان بن عفان حين حاصره القوم ومنعوا أمها أم حبيبة بنت أبي سفيان من إيصال الماء إليه بل إنه عليه السلام لما سيطر جيشه على المشرعة الفراتية يوم صفين لم يمنع معاوية وأصحابه من الماء كما منعوهم هم وعندما أجدبت الكوفة في زمن علي في زمن خلافة علي عليه السلام استسقى بولديه الحسنين عليهما السلام إظهارا منه لكراماتهما فسقي الناس وأخصبت البلاد وهذا أبو عبد الله الحسين عليه السلام حين منصرفه من مكة إلى العراق والتقى بالحر الرياح ومن معه وقد أضر بالحر العطش أمر عليه السلام من معه بسقايتهم وترشيف خيولهم وفي واحدة من كرائم الروايات أن إمامنا أبا عبد الله الصادق عليه السلام قال لمن معه في طريقه إلى مكة حاجا وقد رأوا رجلا تحت ظلال شجرة اذهب إليه وانظر ما به لا يكون قد صرعه العطش فقال الرجل ذهبت إليه وترجلت عن مركبي وأخذت أفحص عنه فإذا هو رجل نصراني قد أضر به العطش فأقبلت إلى الإمام عليه السلام وأخبرته بخبره فقال عليه السلام اذهب إليه بالماء وسقه فإن لكل كبد حراء أجر بعد هذا الذي أوردناه مختصرا نجد العباس عليه السلام في قلب السقاية التي نسبها الله لنفسه وفعلها رسول الله وآباؤه وأبناؤه صلى الله عليه وآله فإذا كان أفضل الأعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وحبه علي بن أبي طالب وسقي الماء فإن العباس من صميم من يجب على الناس أن يصلوا عليهم وهو الذي جعل من الصلاة على الحسين عليه السلام فعل شهادة وإيثار وهو الذي صلى على زينب الحوراء كفالة وحماية وذكر خلود على شفتيها وهو ابن من أمر أمر المسلمون بحبه فغدا حب أبيه إيمانا وبغضه كفرا ونفاقا وبلغ به حب أبيه أن وفى لكل معصوم ببيعته لقد جعل الله سبحانه الماء مصدرا لكل شيء لكل شيء حي بل كان عرشه على الماء وقد أباح الله عز وجل لكل من يحتاج إليه من المخلوقات أباح الله الماء لكل من يحتاج كبيرها وصغيرها عاقلها وما بهم منها ثم جاء من يمنع الماء عن الحسين عليه السلام ومن معه فكان أن سقى لهم أبو الفضل عليه السلام بما يكرس حكم الله بالإباحة بل وينقله إلى رتبة الوجوب فلقد سقى العباس محمدا وعليا وفاطم والحسنين وزينب عليه السلام في تآلف محكم مع ما يستبطنه الحكم الشرعي من جمالات ومرؤات في نفس الوقت الذي حرم فيه الماء عن نفسه وكأنه هو الماء بل هو الماء الذي يعطي الحياة لمن حوله ويهب الإرواء لمن يعتمد عليه وبقي أبو الفضل عليه السلام ذلك الراوي والساقي في مشهده المبارا وعلى ألسنة محبيه وفي قلوبهم والعقول يغدق ماء الاستجابة لدعائهم ورطيب الإنجلاء لهمومهم وسراية الانفراج لكرباتهم فهل انتهى دوره هنا؟ لا أخال متتبعا عاقلا يرضى بهذا بعد أن علمنا أن لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة دون الأنبياء حوضا يسق منه عموم الناس يوم القيامة من كان منهم مستأهلا لماء لا يضمأ شاربه بعدها أبدا وعلمنا وعلم كل المسلمين أن الساقي على حوض النبي صلى الله عليه وآله يوم ذاك وصيه وولي المؤمنين علي عليه السلام فهل سيكون علي هو المتفرد بالسقاية؟ أم سيتحفنا بوجود معاون له في ذلك كما كان معينا لمحمد وآله في سقاية الدنيا؟ ثم إذا كانت كفاء أب الفضل مع قميس الحسين عليه السلام بيد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحتج بها لنا هنا أن ننظر إلى جناحي أب الفضل الحالين من محل كفيه يخوضاني في ماء الكوثر ترشيفا وسقاية وأشياء أخر مع العباس لنا أن نحلم بكل وجوه الرحمة المزجاتي من الله العباد لا ضمأت بحب الله يعزك طول عمرك سمحت شيخ فعلا حياك الله سلام الله بالفضل مجرد ورحي سادة المشاهدين الدور المحوري سمحت الشيخ الذي كان عليها أب الفضل العباس سلام الله عليه داخل المنظومة الدينية الحقيقة لا أستطيع ولا أزعم الاستطاعة بالإحاطة بالجواب على هذا السؤال إنما أجيب عنه وفق حجمي أنا وليس وفق الحجم الطبيعي لهذه الشخصية العظيم بكل بساطة خلنا نبسط الأمور أن اليوم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بدين ليس بدعا من الأديان ولم يكن رسول الله بدعا من الرسل وإنما جاء متمما ومكملا وما بين يديه وهو لهم صفة الهيمنة لاتساع دائرة الشخص الرسول والرسالة ولاتساع دائرة الرسالة وهو مصدق لما بين يديه من الكتاب بل لكن له هيمن هيمن تشريعي محكمي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه شخص هو عند الله أفضل الخلق طيب لنا أن نسأل يا أخي هذا الدين أين هي ثمراته هلا إذا بدنا نحكي ترقية وافتتحت الممالي ودخل الناس في الإسلام وإلى آخره كل هذا يمكن النقاش به أنت ما فيك تقول لي أن يزيد بن مواوي كان ذا مكارم بعد أن قتل من قتل واستباح ما استباح هذا لو يفتح الدنيا كلها ما بتسوى فلس لأنه طاغي من الطغاط يعني الآن الطغاط يفتتحون الممالي ودول تغلبوا دولا أخرى وخلاص صاروا على حق يعني أين هي ثمرة الدين؟ الدين يعرف بالرجاء بمعنى أنه تجد بعض الناس جزء من الناس انضبطوا بسلوكيات هذا الدين وتعرف أنه له من يحمله طيب إذا جينا نستقرأ ما جرى مع الأنبياء كلهم للسماء نشف أجريهم أقدامهم بني إسرائيل من الماء بعد أن أنجاهم الله أعجبتهم الصنمي قالوا لنبيهم اجعلنا إلها كما لهم إله مجرد أن غاب رسولهم عنهم مع وجود خليفة له نبي أيضا اسمه هارون عكفوا على عجل السامري وانحرفت أمة بكاملها بمجرد أن آن أوان ارتفاع السيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه من أنصاري إلى الله قال الحواريون قدش عددهم الحواريون نعش أحسن رقم نعم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مرأة فترة كان وحده إن إبراهيم كان أمة إلى أن حباه الله بأسحاق وأسماعيل ويعقوب نافلي رسول الله صلى الله عليه وآله لما يجف قميسه بعد فيطوق بيت ابنته وتحرم حقها من ميراثه وتحرم حقها من نحلتها التي نحلها وآتي ذا القربة حقها وهذه مهما حاول الناس أن يرقعوها ما تترقع لأنه ليس لها من قبر يعرفه المسلمين فإذا هذا دليل على أن كثيرا من هذه الأمة ضيعت زهراءها لعم إذا إجا واحد ينائشني بهذا الأمر نقول لي عمي ماذا صنع بينكم تفضلوا فرجوا ني بدك تجيب نماذج وهذه النماذج دوائر منها ما هو كمل ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطائر طيب قد يقول قائل هذا تسديد من عند الله ويذهب بك باتجاه مذهب الجابر أن الأنبياء والأوصياء والأولياء مجبورون على أن يكونوا فإذا ما تصبح حضرتك أفضل منهم إذا كانوا مجبورين على فعل الحسن فلا فضل لهم ويزيد مجبور على قبل وعلى هذا لا أيضا في بجوار النماذج نماذج أخرى تبين لك أن الدين رب وأن هؤلاء رب لأنه لو لم يكونوا قد طبقوا الدين بنسبة مئة بالمئة لما تأثرت بهم الطبق التالي لو وجدت فيهم خللا وهي اللسيقة بهم لما آمنت هذا الإبن المعصوم هون تأتي إلى النموذج من النماذج الراقي التي شكلت تالي المعصوم العباس صلى الله عليه وسلم هذا تربى مع أبيه علي بن أبي طالب الذي لو اجتمعت الأقاليم السبعة على أن يسلب جلب شعير من فم جراد لمفع ووجده يطابق عمله قوله نعم وتربى بين سيدي شباب أهل الجنة وأدرك تماما أنهما فعلا سيدة شباب أهل الجنة وتربى مع الإمام زين العابدين أيضا عاصره وهو يعلم من هو وجدناه صلوات الله وسلامه عليه قد تجلبب بالصمت ودائما يبعد نفسه عن الإضاءة أينما وجد ضوءا كان ينزوي عنه لأنه ليس هنا لأنه هو الضوء ما بحاجي أفنى أفنى ذاته صلوات الله وسلامه عليه في الله وفى ببيعته طيب نحن لم يذكر لنا التاريخ أن العباس بايع علي يوم بايعه الناس في المدينة ما موجود في التاريخ ولم يذكر لنا التاريخ أنه بايع أخاه الحسن يوم بويع في الكوف إذا تمت بايعه على رأسها أبو الفضل صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكر لنا التاريخ أيضا لم يذكر لنا التاريخ أن الحسين صلى الله عليه وسلم دعا إلى باعة لخلافة أو مشكل ذلك أبدا فأذن أي باعة وفى ببيعته وفى بالبيعة التي هي ميثاق الله المأخوذ من قبل قبل هذا العالم وفي هذا العالم وفى تمام الوفاء هلأ بتقول والله أنا موالي نعم وأفي بالبيعة وبقرى دعاء العهد وبقرى الزيارة وقلبي متعلق بأهل البيع جزاك الله خير أنا لا أناقشك في نيتك أبدا إذا خرجت على هذه الحالة تخرج مستحقا للشفاعة إن شاء الله إن شاء الله بس وفيت بالبيعة هدا مرتبة أخرى أن يفي بالبيعة والوفاء بالبيعة يلزمها قبول من الطرف الآخر القبول من المعصومين لأب الفضل متحقق القبول من إمام زمامنا لنا أنا وأنت مو متحقق على أمل على رجاء ملتفيد نين بيعة علي ما هي بيعة الحسن ما هي بيعة الحسين ما هي بيعة زين العابدين ما هي هي بيعة الله بدك تتأمل قداش هذا الرجل صمت طويلا جدا وعمل كثيرا وكثيرا جدا موضوع أبو الفضل لا يقاس بأربعة وثلاثين سنة أو بستة وثلاثين سنة أو بثلتة وثلاثين سنة لا ساعة من أبي الفضل ربما تعادل عمل أمم بأكملها أناك عم تحكي مع شخصية تالية المعصوم أفنت ذاتها في وفاء البيعة التي بايع الله بها من خلال بيعته لرسول الله ولعلي ولفاطمة وللحسن وللحسين ولزين العابدين بل وللباقي أبو الفضل حالي لن يجود التاريخ بمثله فعلا ولذلك يعني إذا بدنا نتأمن إذا خرج المولى صلوات الله وسلامه عليه من هو أبو فضله لابد من ركن يرتكز عليه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ولذلك نرجع منقول نحن نرى الرجعة لمن موحد الإيمان مهما ولمن موحد الكفر مهما وهو بحث طويل إن شاء الله شيخ اسمح لي نعود إلى متن البحث صاح قبل ينتهي الوقت السقايا والعباس عليه السلام كيف جرى المزج والربط بينهما إذا جاز الوسط مولنا السقايا نسبها الله إلى نفسه واستوقفتني السقايا الرابعة جدا السقايا نسبها الله إلى نفسه ولا لا سقاهم ربهم شرابا طهورا عم يحكم أهل الجن رسول الله الأنبياء سقي الماء عندهم ديدا جعلنا من الماء كل شيء حايد كان عرشه على الماء سقي العباس صلوات الله وسلامه عليه لم ينفرد بالسقايا يوم كربلا أنا ربما فاتني في الهلق من صغره وهو يقوم بسقاية أبيه والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم منذ صغره منذ صغره ربما ذكر لنا التاريخ مفرد أو مفردتين لكن لا يعقل للعباس إلا أن يكون سقاءا في بيته مع أخته مع أخواته مع بنات أبيه مع أبناء أبيه مع وبالتحديد مع الحسنين صلوات الله وسلامه عليه السقايا في بني هاشم كانت عبارة عن رمزي أن تسقي الحجيج ثم أجو بني هاشم جاء بني هاشم فجمعوا بين السقاية وبين الجهاد والخروج والإيمان بالله ورسوله وجمعت في بني هاشم ولما اندخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة أعطاه عمه السقاية عم العباس وهي مراث أجداده الطاهر نعم فردها رسول الله لم يكن إلا رحمة للعالمين فردها على عمه العباس هذه ثقاية عامة أما بستجي للثقايات الخاصة عندما ينبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله فيسقي الناس عندما يقدمه عمه فيستسقي به لأهل مكة عندما يذهب مع عمه إلى الشام فيسقي لهم للقافلة بأكملها وقد أشرفوا على الهلاب تصبح السقاية هنا ممزوجة بمعجزة معينة يقودها يقودها رسول الله صلى الله عليه وآله تجي لي يوم الزرو يوم كربلا يوم كربلا طيب أنت عندك ستين سبعين فارس مع خيولهم مع الإبل التي كانت تحمل وعندك ما لا يقل عن مئة مئة وخمسين مئتين امرأة وطفل من العطفاء ما في عدد دقيق ربما أكثر وهو معهم خيام قافلة ومعها مؤن وصحراء ومعها إذن فيما لا يقل عن عشرات الأبعرة جمال وفي عشرات الخيط بتتشرب والفراس بدها بين العشرين والثلاثين لتر يوميا مش مزحيا وكذلك الإبل ربما الإبل تصبر على العطش مخلوقة كذلك طيب الأطفال والنساء شو بدأت بدأت تضييق وتصور من يوم الخامس من المحر يعني عندك خمسة أيام شح الماء يكاد يكون يكفي حاجة ترشيف وسقايا أو نصف سقايا مهد الغلام الصغير والطفل الصغير شو بك تقول له ما في ماء ولذلك كان الكبار يعوفون الماء لمن هم بحاجة إليه بالسخ يعني موضوع ما بينقضي بقربة ماء لأنه قد يقول لي قائل الآن أنه طيب مع حو استسقى أبو الفاضل كيف تقولون إن الحسين مات عشان شو استسقى يعني هو كان معه صغريج أبو المائة ألف لتر كان معه قربة قربتين حب يعني شوي أكبر من القربة نتفي ممكن اقتحم الماء مرة واثنين وثلاثة واربعة هذا يكفي لعشرة أطفال يكفي لعشرة أطفال ما بيكفي أنت عم تحكي في صحراء مقطوعة لا يوجد فيها في أطفال أطفال تنوء بثقل العطش وتبكي وفي نساء مرضعات وفي فإذا ما جاء به العباس بالكاد بلل الشفاه الذابلات بالكاد ترشيب لكن هذا الرجل لم يذكر لنا التاريخ أنه شرب قطر أبدا لا يشرب والحسين عطشا لا يشرب وزينب عطشا لا يشرب وثمة من هو بحاجة إلى المأمل طيب هذا التفاني عندما يصل إلى هذه المستويات ومن فوق قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله رسول الله ينظر إلى عمله علي ينظر إلى عمله الزهراء تنظر إلى عمله وهم يملكون أكبر إشعاعات رفع في الكون كم ارتفع السقاء أبو الفضل آنذاك فقط بدي أقول بواسطة هؤلاء الثلاث الذين كانوا يرون عمله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي بلغ العلو صارت القرب تمثل العباس صار الماء يرمز إلى العباس تحول العباس إلى ماء تحول إلى كل شيء حي تحول إلى مكان كان عليه عرش الله عز وجل عبارات عبارات مجازية ربما أطلقها لكنها تقرب الأمور إلى الواقع انتزج الإرواء بشخص العباس فصار حتى بعد استشهاده يروي الغليل يكشف الضر قبره الترياق المجرد نلوذ به كل مدل همة القطو يأتي ظالم يذهب ظالم تبقى قبته هذا هو الغيل الله يذكر بالخير أخونا وصديقنا أستاذ محمد الحرزي هذا هو الغيل فاحذر قبل تدخله ألا تري ليثه الإجلال الإزلال والفرقة ندخل إلى العباس تنتابك مشاعر أحيانا متناقضة يكبر قلبك بالعباس ويضمحله في نفس الوقت قلبك فرقا من أسد الكتيبة وكبشها شوها الشخصية السلام مش بس نحن نلوذ به تلوذ به الدهور تلوذ به الأشياء السقائمة أبي الفضل لم تعد ماء فحسب أصبحت إرواء حياتا تمد الناس بالحياة ما قيمتنا دون أن يعني نتمسح بركاب أبي الفضل عباس صلى الله الله وعطو الله وسلم كلب السوخر علينا على الحل عفو الله يخليك حبيب حياك شكرا لكم مشاهدين العطيب المتابعة هذه تحية الفريق العام الدم وفي كلا الله السلام عليكم السلام